لا يقولوا كلكن يعني كلكن بتسو قشرة بصلك كلكن أنا بالنسبة لي صر مايتي أشرف منكم كلكن ونصبين ومحتلين أنا اللي بينزل بقول كلكن يعني كلكن وبوجه لي لأيلي الاتهام بيوصلش لعند بدي أرجع كرير كلمة بشيل عاون لعند ظناري أنا هاو لما ينزلوا يقولوا كلكن يعني كلكن ويروحوا يمشوا بوزير مالية الرئيس فؤاد السانيورة هاودي بيستهلوا الناس بزق عليهم بس تشوفهم بالطرقات مش في كتير ناس بالسياسة يشتغلوا بلبنان أشرف منكم وصروا كتير عروضات لو صارتلكم لأيلكم اللي حستوها عن كعب السرماية هاي العروضات لأنتو بس فرجوكن هاودي الانجي اوز شوية دولارات صرتوا تلاحصوها عندنا بالكلب ويا مهاب يعني حتى هو عم بيسبنا لأيالنا بضحك ما فيه ياخده جدي فيه يقدر شيء أول شيء هادي اللغة مرفوضة مبرد فيها ولا بحكي ولا بعلق إعليها للغة هاي تاني شيء هادي اتهامات صارت خلص يعني خلصت أيام السبعينات وثمانينات أنه اليوم نعرف هو بيقول ويا مهاب أصلا عن حاله هو كيف بيستحصل على الأموال نحنا عنا من الشرف والكرامة يلي منعرف حالنا كتير مني نحنا مين ولكن بس نقطة يفيش خلقه بحلفاءه يلي غدروا فيه بالانتخابات نحنا ما خاصنا أنه اليوم إذا ما بقى عندك موقع بالسياسة والله نحنا ما خاصنا روح شوف الحلفائك اللي غدروا فيك وشالوك من الانتخابات وقاب رجع بقول لك كلهم يعني كلهم وانت واحد منهم لأنه نحنا عم نقول من شارك بالفساد من شارك في سلطة الفساد ومين ضرب سيادة لبنان انت بينجوب هول كلهم بس يقال عنه أنه بوزارة البيئة بس تسأل الموظفين بالداخل بيقوله أنه أكتر فترة ما كان فيها فساد هي فترة الوزير ويأمهاب بس هذا بيعطيه حقيين الناس أنا قلت بالسيادة شارك ببناء سلطة الفساد يعني لو موقع أنت تسكتي على شريكك بالحكم شو عم يعمل يعني عم بتشاركي معه بهذا المحل هو حليف ومعروف أنه حليف هو بيقوله أنه كان يتقادمه من حزب الله مش أنا فنحنا ما بناخد ليرة من حدا وأصلا لشو بنضيع الحلقة على هايك شي تعرفي برجع بلك لو انتقل بالسياسة منوي أموها بكتقلي إذا رح تكون مضع على الوقت أنه نحكي عن صديقك السابق سعد الحريري سعد الحريري اللي كنتو تظهره سوا لا أكيد مش مضع على الوقت أكيد مش مضع على الوقت عم بتحن لا أنا أنا لا خلينا خلينا نفسه بديك تفصلي بين سعد الحريري الصديق طيار المستقبل أيامي وطيار المستقبل اليوم مش عم روح بمجال النقد عم روح بمجال الأناعة سعد الحريري شخص بيعرف قده معاستي لقله بيعرف قده بعدها معاستي لقله وضح صادق أنت بعادت عن طيار المستقبل لأسباب سياسية لأناعات معينة أو لأنه نادر الحريري ما بيحبه لوضح فأزاحه مثل ما تم إزاحة الفريق اللي كان مقرب يمكن من سليم جيب ومن الرئيس رفيق الحريري كلهم مع بعض أول شي برجع بقلك ما بعرف أحكيهم إلا مثل ما هنة رئيس رفيق الحريري الله يرحمه كان أكتر مناسب قال ما هو نمرود عني فهيدا أنت صغير هيدا تبيننا بأعدد الحالة عندي هيدا الحالة الرئيس سعد الحريري صديق قبل ما يجي يعني قبل ما يرجع على البلد في مرة أطاع لي الهوى وفوت بيكي بالسبعة وتسعين فوتوا لي الموبا اللي كنت على الهوى قالوا لي بدي حكي معك الشيخ سعد أخطأت لأنا على الهوى اللي ما تلفزيون بي بمسحة وجعت صفنت مضموط تلفزيون بي إنه في قطعني على الهوى فعلاقتنا بس سيدة زهنية ما بتعنا أنه هو بروفيسيونال أنه هو لا مصحة كانت مصحة بلد زي يعني بس كان وقتا عم بيقول لي شي كنت موارش كنت عم بيحكي شي مهم علاقتي فيه من الـ 94-95 أكيد كان هو بعيد ورات البلد بس بحبه من كل قلبي كنت ووقت بطلت لا لا أكيد بعدني بس برجع بفصول مش شخصة كنت بحبه من كل قلبي وكنت مآمن فيه بال2005 أنه هو الحدنة اللي بيقدر يكمل مسيرة رفيق الحريري وتم اختيار سعد الحريري مش بهاء الحريري هذا الموضوع سبب خلافه وانقسام كتير كبير لأنه كان الكلمة توقع بهاء أنه يكون يستلم أنا كنت من أعمالي بالقرار وبعيده ما خصني بس أنا كنت من الناس اللي انبسطوا كتير أنه سعد الحريري بعرف شخصيته تواضعه بعرف قدي قريب من الناس بعرف قدي طيب ولكن الطيب إلى حدود أنت اليوم يعني هلأ اللي بيقولولي اللي حوالين سعد الحريري هن اللي غلطه أنا بختار من حوالي أنا اليوم نائب عندي أكيب هلأ بيشتغل من ديه من 8 أشخاص اللي بيغلط منه ما بيقولون هو غلط أنا غلطت باختياره الرئيس سعد الحريري غلط باختيار ناس بعض الناس اللي حوالي غلط باتخاذ باتخاذ قرارات داخلية تعادت أبعدوني وبتعدت وما كنت مقتنع كلها كلها عبعدها وأكيد لأنه كنت قريب من سليم ديه كان في فريق جديد لماذا بيحبك نادر لكن مؤخرا يعني مؤخرا عباكي ب3-4 سنين العلاقة رجعت من باب مرحبا مرحبا وهيك صراحة ما بعرف بركي لأنه نمرود قريب من سليم ديه أنا ما بعرف الحاضر وإيه ومزبوط ومعك حق وعن جد ما بعرف وضح شو كتبت له بآخر رسالة بآخر مسجر رئيس سعد الحريرة سنة 2013 كان وقتها طلع برات لبنان كانوا يدقوا له كتير ناس بدهم يحكوا معه أو شي صعب يردع كل الناس وقتها بتذكر كسر إجراء دقات لسليم عليه من باب حط ببيت الوسط أنه دقات لقوه الحمد لله على السلامة تفاجأت أنه بعد دقاتين دقاله فتسألنا شوية بعض شو قالك تركها لجمهات سكي سبني شوي كان بيسبني كتير بيحب يسب كتير هو فهيك كانت العلاقة بيني وبينه أول ما قلت له دولة الرئيس أكلت مسبه لأنه فكر هو أنه عم بتسأل عليه كانت علاقة كتير هيك بال2019 شو صارب 2019 أول الثورة اكتبت على الفيسبوك رسالة طويلة لقلو للأسف لتشوفي المحيط طبعه كيف اكتبت له رح قللك لأنك صديقي يا سعد هاي دي من باب التوجه من القلب للقلب ما قريوا الرسالة اللي معه قال جنه كيف أنا قلت له يا سعد أول شي وقت كنتوا أنتوا بعدكم ما بتعرفوه يا سعد الحريري كنت أنا قل له يا سعد وكملت بالرسالة تمني أنه يستقيل أكيد تمني يستقيل تمني أنه جاي يخد وضعه طبيعي تمني أنه يشوف محيطه شو عم بيصير تمني تنظيميا شو يعمل تيار المستقبل واستقال وبحترم أراره بالاستقالة عفكرة يعني أخذ أرار شجاع وجريء أنه شاف فيه هيك عاق الحل هو دايما إجراءات اللي بتتخذها بتحسها في جريئة يعني بيفوت بتسويات بالرغم من أنه يمكن تخسره على الصعيد بالشارع السنة مثل كمان على الاستقالة يعني دايما بتحسه مثل ما قلت ممكن تيبت قلب زايدة أو قلت خبرة أنه بيقدر يعمل شيء وعنده أناعة أنه بيقدر يكون منيح مع الكل فهيدي هيدي كمان السريطان